أهلاً بحضراتكم من جديد طبعاً ممكن النهاردة في إنجازة طيب جداً اتحقق لأسرة كرة اليد وقطاع النشاط الرياضي في النادي الأهلي بعد الفوز على الخليج السعودي بالرمايات الجزائية المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 30-30 ولكن استطاع الأهلي في الرمايات الإيجابية يتفوق على الخليج السعودي ويحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بطولة السوبر جلوب يمكن هذا المركز ليس جديداً على النادي الأهلي الأهلي سبق ليه قبل كده الفوز بالمركز الخامس في عام 2015 ودي المرة الثانية الأهلي حقق فيها المركز الخامس عام 2022 المركز الرابع أيضاً الأهلي حقق هذا الترتيب في البطولة الماضية عام 2022 وكان أفضل ترتيب للنادي الأهلي وأفضل مركز للأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد كان عام 2007 حقق الأهلي ساعتها المركز الثاني والميدالية الفضية ألف مبروك لقطاع كرة اليد وقطاع النشاط الرياضي كنا نتمنى بالتأكيد التأهل للمباراة النهائية ولكن الأهل قدر يكسب الفريق النور السعودي الخليج السعودي الكويت كويتي ولكن الخسارة الوحيدة كانت أمام برشنون الأسباني وهذه الخسارة كانت سبب في ابتعاد الأهلي عن المربع الزهبي واللعب في السيمي فاينال ولما لا التوجد في المباراة النهائية دي كانت بداية لازم أبدأ بها هنيئا لمجلس إدارة النادي الأهلي وقطاع النشاط الرياضي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان وبالأخص جماهير النادي الأهلي في السعودية اللي كانت موجودة في الصلاة المغطاء اللي استضافت كل مباراة الأهلي خلال الأربع خمس أيام الماضية